طيب تعالي بقى نتكلم عن أكلات بتزود التابق قولون هي مش أكلات هي دايما فيه التقولون العصبي فيه نظام غذائي اسمه فود ماب فود ماب ده ده نظام غذائي بيعتمد على تقليل كمية الكربوهايدرويدس والسكريات اللي بيحصلها في المنتيشن تخمر في المعدة في البطن بتاعتنا وتؤدي لإيه أن هي تزود الأعراض بتاعة القولون العصبي فالأمار ده قولون العصبي دازم يمشوا على أكل يعني منخفض المؤشر اللي هو الفود ماب ده اللي هو النظام الغذائي تمام وهو ده اللي معنا حتى في السورة معنا جدول بالضبط كده هي فيه أكلات بيبقى مرتفعة الفود ماب وفيه أكلات منخفض المدمر تمام هتاني يمسك أيتم أيتم من الأكل كده لو بنتكلم عن الفواكه صوروا يا جماعة كده بموبايلكم بسرعة طب بس بسريعا بقى عشان وقت الحال من الفواكه الحاجات اللي هي منخفضة زي ما قولنا يعني الحاجات الدرجة أكتر الموز لو هنتكلم عن الشمام برضو من الحاجات الحلوة الكارز اللي هو الكيوي والعنب والكيوي تمام برتقان بالضبط كده من الحاجات اللي هي منخفض الفود ماب اللي ممكن تبقى داخل النظام الغذائي بتاعنا الحاجات اللي نتجنبها هي التفاح بيزود الإمساك كمان كمان بالنسبة لللي بيعاني من كورونا العصبي والمانجا والأفوكادو والتمر والكارز ما الكارز اتكرر هنا وهنا ولا ايه؟ بالنسبة عالية لو أخدنا كمية عالية منه خلي بالنا نكترى اللي هو الخوخ شبه الخوخ ده والكميترا والبرقول بضير ربع عب الكوميترا ايو بيتعبوا القولون العصبي طب الجوافة فين؟ الجوافة ناخدها بس من غير بذر يعني نقشر الجوافة ونأكل الجوافة من غير بذر ميش لو بنتكلم على كده منتجات الألبان لو بنتكلم على الجبن الفيتا مثلا أو الحاجات الخالية من اللاكتوز من الحاجات الخفيفة مفيش منها مشكلة لكن الحاجات اللي بتتعبلك القولون بقى البقوليات عم مثلا العتس بقى والحمص والدورة والعمى والخضروات الخضروات الكرفس والزنجبيل والفاصولية الخضرة والخص والزيتون فلف الألوان والبانخ بالزبت كل ده يتاكل لكن الحاجات اللي بتتعبلك القولون البصل طبعا والتوم طب لو أنا ما عنديش مشاكل في القولون برضو اتجنب الاكل ده ولا اكله بس قليل لان في حاجات تلفية الان بصل والتمزي حاجات تلفية انا بتكلم على الاشخاص اللي عندهم مشكلة في القولون العاصل سواء بقى الاعراض اللي موجودة عندهم بقى دي بتختلف امساك او السلق او كده يفضل ان احنا نمشي على نظام غذائي ونخافض الفود مع المحليات بقى في المسموح بيه او اللي هي السكريات اللي هي دايما يعني اللي هي فيها مشكلة اللي هو السكروز ده الحاجات المحليات بالسكروز اللي هي زي ايه مثلا هتلاقي مثلا الفواكه الحاجات المعلبة دي اللي بنكلها مثلا زي الزبادي مثلا بالسكر ده ده المفروض ان احنا ما ناخدوش تمام من الحاجات برضو اللي هي المشروبات الغازية بيبقى فيها قردي فيها سكروز كل ده نبدأ عنه بالزبط كده فنبعد بينه تمام ايه شرب السبار ده اللي نبدأ عنه مين بيشرب سبار لا فيه حاجات بتتجاب من ليه الدرة العالي فراكتوس ده طب العسل اهو ممنوع انت الدرة العالي العسل ليس صوت انت بتحبين ده الأنيميا بالضبط بس الايه احنا بنتكلم في اشخاص بيعانيوا من القولون العطبي لو احنا بنتكلم عاديين ومعنداش مشكلة ما احنا ناخد عيس الولجات والده مفيد قوي ربنا يا جزيكي كل خير عشان الناس كتير جدا بيبقى عندها مشاكل في القولون العسل بيبقىش عارفة تاكل ايه وكام الممنوعات اللي بتجيلهم يعني الليستة النص ده اوكي تمام عندهم النص الاولاني ما بيبقىش عندهم بالضبط اللي حاجات اللي احنا مفروض ناكلها ايه يعني مش كل حاجة في الدنيا ممنوعة وطبعا دايما البرشنز دي اهم حاجة كمية